Though, although, even though, yet we bought أدوات الربط اللي ظاهر على الشاشة هي قزء من سؤال أحد المتابعين اللي سئلني على مجموعة من الأدوات والفرق بينها وإن شاء الله رح تكون في فجهات قادمة إن شاء الله اليوم رح نشرحها بطريقة سهلة ووسطة جدا Like never before So let's get into it and let me get started محور هذه الحلقة هي أدوات الربط الخمسة اللي ظاهر على الشاشة وهذه الأدوات تستخدم للتعبير عن جمل فيها تناقض يعني الجمل اللي فيها إحدى أدوات هذه الربط بتكون تعبر عن معنى مناقض للجملة السابقة أو معنى مغاير للجملة السابقة لذلك هي بتستخدم للتعبير عن جمل فيها تضاد في المعنى أو في الأفكار وفهمك لمعاني هذه الأدوات باللغة العربية يخليك automatically تستخدم هذه الأدوات باللغة الإنجليزية أثناء المحادثة أو أثناء الكتابة ومعاني الأدوات الأربعة الأولى اللي هي although, even though أو though أو yet هو على الرغم بالرغم أو مع ذلك أما but فمعناتها ولكن ولكن بإمكانك استخدام but بدل هذه الأدوات الأخرى في كثيرا من الأحيان في فرق بسيط رح يخضر من خلال الأمثلة مثلا إذا قلت نحن بنفس المدرسة لم أرى أبدا من قبل هنا إيش راح أدخل في الوسط؟ هل مع ذلك أو بالرغم من ذلك؟ أو ولكن أم بإمكان استخدام الجميع؟ ها؟ Think about it Think about it We can use anyone It doesn't matter We can say We are at the same school but I've never seen them before نحن بنفس المدرسة ولكن لم أرى من قبل وممكن أقول We are at the same school though I've never seen them before نحن بنفس المدرسة مع ذلك لم أرى أو بالرغم من ذلك لم أرى من قبل وممكن أشيل though وحط بدالها although إذن مثل ما شفنا أنه بإمكانك استخدام إحدى الأدوات الخمسة اللي ظاهرة على الشاشة بإمكانك تقول even though بإمكانك تقول though فقط بإمكانك تقول although أو بإمكانك تقول but it doesn't أو yet it doesn't matter الفرق البسيط إنه even though قوية أقوى من though we although بينما though تستخدم أثناء المحادثة بشكل كبير جدا أكثر من البقية والملاحظة الأخيرة إنه بإمكانك استخدام though في نهاية الجملتين يعني بإمكانك تقول we are at the same school I've never seen them before though بينما مش ممكن تقول we are at the same school I've never seen them before although أو even though أو but أو yet لفرق الآخر إنه بإمكانك استخدام even though أو although أو though أو yet في بداية في البداية يعني ممكن تقول even though we are at the same school I've never seen them before أو بإمكانك تقول although we are at the same school I've never seen them before أو yet we are at the same school I've never seen them before يعني بإمكانك استخدام استخدام هذه الأدوات في البداية ويفصل الجملة الأولى بالجملة الثانية بكاما بينما but بمش ممكن تستخدمها في هذه الحالة إذن الأربع الأخرى بإمكانك استخدامها في البداية أو في الوسط it doesn't matter لكن though فقط هي اللي تستخدم في النهاية بينما but فقط تستخدم في وسط الجملة مش ممكن تبدأ الجملة ب but لأنه لازم يكون في جملة ممكن تستخدمها أثناء المحادثة بناء على جملة قيلة فتقوله but I don't like it it doesn't matter لكن في الكتابة عادة ما تبدأ الجملة ب but إذن الأدوات الأربعة الأخرى بإمكانك بداية الجملة أو حطها في الوسط بينما though لها ثلاثة استخدامات في البداية في الوسط أو في النهاية ولها استخدام آخر رح يكون في نهاية هذا الفيديو مثال آخر حسنا حابب تقول وكان أفضل طالب في فصلي مع ذلك لم يحصل على عمل ها He was the best student in my class he didn't get a job أي واحدة رح نستخدم ها think about it think about it can I say though can I say even though ها أي واحدة أو بإمكاننا نستخدام الجميع في الوسط ها في الوسط I'm talking about الوسط He was the best student in my class even though he didn't get a job مع ذلك أو بالرغم من ذلك لم يحصل على عمل أو بإمكاني أقول though بإمكاني أقول although وبإمكاني أقول yet it doesn't matter وبإمكاني أقول but بس هنا المعنى مثل ما قلنا رح يكون ولكن هو كان أفضل طالب في فصلي ولكن لم يحصل على عمل He was the best student in my class but he didn't get a job That's it مثال أخير حابب تقول إنها غالية مثلا سيارة ساعة أي شي مع ذلك رح أشتريها think about it أي واحدة رح نستخدم هل نستخدم الجميع أم هناك واحدة فقط It is expensive though I'm gonna buy it فبإمكانك تستخدم بدل though أي واحدة من هذه الأدوات التي ظاهرة على الشاشة لكن مثل ما قلنا في البداية في النهاية في الوسط هي فقط though فممكن تقول It is أو It's expensive I'm gonna buy it though وهذه هي الطريقة الشائعة أثناء المحادثة إن الأجار يستخدم though في النهاية بدل ما يستخدموها في النص أو في البداية تالأخير بعض هذه الأدوات يتم استخدامها في جملة بتعطيني فكرتين متناقضتين أو فكرة صادمة للفكرة السابقة يعني مش جملتين منفصلتين ولكن جملة فيها فكرتين مختلفتين في هذه الحالة يفضل فقط أن تستخدم بعض أدوات الربط اللي هي though أو yet أو but في فضل عدم استخدام although أو even though في هذه الحالة على الرغم أنه لو تم استخدامها في هذه الحالة ستكون الجملة صحيحة ولكن لندرة استخدام although even though في هذه الحالة يفضل أن تركز على yet أو but أو though ويتم استبعاد although أو even though لأنه الأجانب أو من النادر جدا أن تسمع although أو even though في هذه الحالة وخاصة لما يكون عندك جملة فيها فكرتين متناقضتين فمثلا deal with criminals firmly but fairly تعامل مع المجرمين بشدة ولكن بطريقة عادلة هنا ممكن أقول though بدل but ممكن أقول deal with criminals firmly though fairly أو ممكن أقول deal with criminals firmly yet fairly القصة غريبة مع ذلك حقيقية هنا ممكن برضو أشيل though وحط but the story is strange but true أو ممكن أقول the story is strange yet true فرق الأخير هو لما يتم استخدام بعض هذه الأدوات بمعنى مغاير يعني مثلا لما يكون but معناتها باستثناء أو yet بمعناتها ليس بعد ففي هذه الحالة مش ممكن استخدم although أو even though بدل but أو بدل yet فمثلا إذا بتقول لواحد are you gonna buy a car are you gonna buy a car هل سوف تشتري سيارة فأنت تقول له I don't know yet أنا لا أعرف بعد يعني لسه ما فكرت بالموضوع أنا لا أعرف بعد فهنا yet ما معناتها على الرغم أو مع ذلك فلذلك مش ممكن استخدم even though بدالها أو ذو بدالها مثلا but لم يكون معناتها ما عدا أو باستثناء فمثلا بتقول أنا بحب جميع أنواع الرياضة باستثناء كرة القدم فممكن تقول I like all kinds of sport but soccer هنا مش ممكن تقول though soccer لأنه المعنى مختلف فما يكون المعنى مختلف هنا مش ممكن نحل كلمة محل كلمة لأنه هنا تتعامل مع با أو مثلا يد كأنها كلمة مختلفة ما لهاش علاقة بالمعنى الأول المعنى الأول كان معناتها مثلا أداة ربط لكن في هذه الجمل تستخدم كحرف جر فالمعنى مختلف totally that's it لو عجبك هذا الفيديو لا تنسى تعمل like وشير and see you next time